أعلنت الأجهزة الصحية بمدينة تعز عن نفذ كميات جرعات لقاح أسترازينيكا الخاص بفيروس كورونا وقال مدير مكتب الصحة في المحافظة راجح المليكي في تصريح خاص لقناة يمن شباب قال أن الضغط الهائلة والإقبال الكبير على تلقي اللقاح في مراكز التطعيم في المدينة من قبل المقبلين على السفر هو ما تسبب بالنفاذ السريع لكميات الجرعات بعد أن كانت مخصصة لفيات الكادر الصحي وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة للأسف بسبب الازتحام الشديد وتوافد المواطنين من جميع المحافظات إلى محافظة تعز أدى هذا إلى استنفاذ جميع قرعات اللقاح الخاصة بالكوفيد نينتين هذه القرعات في الأساس كانت مخصصة لعاملين الصحيين لكبار السن لإصحاب الأمراض المزمنة لكن نظرا للظرف الطارع الذي حدث بطلب اللقاحات من إحوالي من المغتربين فتحنا كل مراكز التحصين للمغتربين أدى هذا إلى نفاذ المحالي إلى اللقاحات وإلى نفاذ الكورة وبالتالي نعتذر لجميع المواطنين في محافظة تعز وفي محافظة المجاورة بأن اليوم هو آخر يوم لفتح مراكز التحصين لإقراء اللقاحات ومنتظرين من وزارة الصحة العامة والسكان إمدادنا بجرع أخرى حتى نتمكن من تقديم خدمة التلقيح سواء للعاملين الصحيين استكمال العاملين الصحيين عاوني كبار السن والمرضب المزمنة وأيضا للمغتربين اليمنين وفاد المليكي في تصريحه أن قرابة خمسين ألف جرعة من اللقاح تم تطعيمها خلال الأيام الماضية في مديرية المدينة والريف للمقبلين على السفر إلى المملكة العربية السعودية فيما تم استهداف الكادر الصحي وبقية الفئات بالكمية المتبقية كل ما منح لمحافظة تعز هو سبعين ألف جرعة حوالي أكثر من ما يقارب خمسين ألف جرعة راحت في المغتربين وبقية الجرعة تقات للعاملين الصحيين وكبار السن وبالتالي نفذت لدينا اللقاحات في مديرية المدينة وفي المديرية الريفية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر